اشتركوا في القناة واستغياب البروتوكول الصحي وعدم الالتزام بالاجراءات الوقائية المراجعون يؤكدون ان الزخم الحاصل بالدوائر والاكتظاظ سببه الاجراءات الادارية المعكدة وتقاعس الموظفين في اداء مهامهم ويشيرون الى ان بيروقراطية الدوائر وسوء التسيير وغياب النظام دفعتهم الى المراجعة بشكل دوري لاتمام معاملاتهم مجبورة العالم اذا ازدحام واذا ما ازدحام دعا تجي مشون انجز معاملته ولا يمشون ولا يمشي على السريع ولا يسوي النظام جدول بيومك تجي ماكو شم واحدة دائما ازدحام ما تمشي المعاملة كي تقلطي يقول لك ثت يام لا تجيني وهو بس يوقع عليه او يختمه ختمه سوي كورونا والامراض كثرانة وبشكل بس يسوي شنطال مريد حال نحال هاي العالم الدول هذا من واحد يطلع تقاعد يكافونه خلي يقعد ما شو المعاملته وقاعد انترنت موجود بطاقات موجودة معلومات كلها موجودة شنه يرجعك على اي شي سوي الكتاب اي شي سويت المعامل يطلع شهرين وراء شهرين تيجي يقول لك هذا الكتاب سقط انت ما دعت خلص المعامل لباربعة شهر طبعا سقط الكتاب انا ظل سوي كتوب هي انترنت اذوقها حاسب ومشي معاملت يعني انت من اتكافة الانسان اللي يطلع تقاعد هاي مكافاته اي شي حور ما عمرها ثمانين سنة زوجة شهيد سياسي 20 مره نحن لبغداد يقول لك روح بعد شهرين تستلم راتبك من 2016 الى حد يومين هذا هسا هاذا هم كم مره نجي هسا يقول لك بدل الهوية بدل الهوية الزار يمني ومعاذر شنو بدل الهوية شنو قولوا روحوا معنا طيقهم والله علي شي حقون على العالم يوميا قادرين تكسي على بغداد تكسي يا نا وهل زي حامر المصليون يؤكدون ان الزخم الحاصل سيساهم في تفشي وباء كورونا وانتقال العدوى علاوة على ذلك فان غياب تطبيق البروتوكول الصحي وعدم ارتداء بعض المراجعين للكمامة وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي سيساهم في تزايد عدد الإصابات وتدهور الموقف الوبائي والله صارنا من يوم ثمنطعش احنا الراجع على مود المعاملة مع المحاضرين والحد هذه اللحظة ما ماكو ايشي نوبا يقول ما جاي رقوم نوبا راجع على الاشراف راجع على الاشراف فالسنع ماكو ايشي راحنا للتربية ماكوشي والله كله روتين روتين يعني مو اكثر يعني بس روتين معقد مو اكثر ماكوشي يعني الشوال ما تأثر هاي المرض وشوال ما تأثر والله نطالب الحكومة ونطالب الحكومة المركزية والمحلية بتسهيل امر المواطن وهذا الروتين يقل زيان عيني كله روتين الآن سهيلنا تيجي على الاستقبارات كنت ماكو احد السبب الموصل ما ذاك حاسبة يجي يقف الساعة اربع ساعات ددقوا حاسبة بس ماكو مصلاح ما ذاك حاسبة الساعة زيان مكاتب الدلالية والعقار زيان البايع والشاري لازم يجي يدق حاسبة يعني كل مدقين حاسبة هما يعني هذا الروتين خلي قللوله على المواطن يرتاح المواطن شوية احنا همين يتقدموا للتطور حال نحل الدول همين يتقدموا للتطور حال نحل الدول على الانترنت تيجيك البطاقة على الانترنت تيجيك الهوية مالك على الانترنت تنقضي شالتك وسط المطالبة بتخفيف الاجراءات الروتينية ورقمنة الإدارة فإن تنظيم العمل ووضع جداول للمراجعة سيخفف من الزخم ويقلل من خطر الإصابة بكورونا والله هاي التجمعات اول شي تسبب علينا لمراض يعني كثرة الازدحام السواء مراض ولك دوائر يعني موظفين الدوائر ما شاء الله مسهلين الأمر وتيجي على الشباج تلقي اثنين اثلاث تمشي معاملتك بسع بس هم المفروض خلوهم جداول يعني التقعد اليوم العسكر اليوم المدني بيوم حتى ما يصير ازدحامات وتجمعات وتسببنا أمراض وإحنا تدري بوضع خطير هاي كورونا إن شاء الله ندعي من الله الله يفرجها علينا وعلى أمة محمد ترجمة نانسي قنقر